مرحبا بكم في قناة دي دي سامودي مرحبا بكم في تربية الارانب اسمهم الامراض الممكن ان الارانب ديالنا يتصابوا بها ويداويهم هاد الخل هاد الخل اللي هو رخيص التام كينبعد الصيدريات اللي كنتمشي عندهم الصيدريات بيطارية وهذا الشي عند تجريبة يعني سوّلت صيد يعني ما نقوله خدام بتهوف عند بيطاري وهضر لي علا مني كتبشي عند البيطاري وكييعطيك كتقول له مثلا عندي الارانب ديالي فيهم الكوكسيديا كوكسيديا هي لا دياري يعني كرة شوهم كتكون جارية عشنو كيعطيك؟ كيعطيك واحد القرعة يعني ما كيقول لك شس مو المحتوى ديالا منين كتتحلها كتلقفها ريحة الخل يعني منين كتشمها كتلقفها ريحة الخل منين اعضر معاي الصيد قل لي يا ارا هاداك غي خل عادي ما كيديروش فيه شي حاجة زيادة ولا والغير في الامر انه انهم كيبيعوه بعشر دلاهم لقرعة صغيرة غيرت داك يعني قرعة صغيرة كتباء بعشر دلاهم كيقولك ديرها ثلاثة المرات تاربعة المرات وفعلا ما كيبقاش عندك المشكل هاد القرعة هادي يعني داك القرعة الصغيرة ممكن ان هاد القرعة هادي دير ربعة درامونس ممكن تدير منها واحد احنا نقولوا واحد جوج دلاتة ربعة تستدي القنينات صغار تخيلوا استفل القنينات صغار هو نفس المفعول اذا نهضروا على اه دبا درنا على هاد هاد يعني الاختلاف الاتمين نهضروا دبا على اشنك يدير هاد الخل الكوكسي ديا اسموه اشنا هي بالنسبة الارنب الصغار او حتى الكبار وهو من كرشهم كجرة كتبالي ما انتا ما قادرش هو الارنب ما قادرش يسيطر على كرشو وكي ضعف يعني كيولي ديك الفضلات ديالو ماشي مكورين مكورين مكركبين با اه يعني بواحد بحل دائري بشكل دائري لا كتبالي كرشو كحلا يعني احنا مني كانشوفو اه الكاج ديالنا يعني بتربية ديال الكيجان مني كتشوفو في الميكة يعني تحت هاد الميكة هذي بحل هكا ما كتشوفوش الفضلات كما كتشوفوهم دابا انتوما كتشوفو الفضلات يعني اه بشكل دائري لا كتلقوا هاد جي هاك سوداء اشنا هي سوداء يعني ارى فيهم اه اه لا دياري والأولى و يعني باسم علمي ديالها وهي الكوكسي ديا طريقة ديال تستعمال ديال هاد الخل سهلة وباسيطة يعني كتديروا معلقة ديال الخل معلقة معلقة كبيرة اللي كتستعملوا كتديروها مع اطروا ديال الماء وهذا كيطروا ديال الماء كتفرقوا عليهم يعني افطاصة ديالهم او الناس اللي ديرين شرابات اللي ديرين حالة ديال الحلامات في تيويات مهم انهم كيشربوا منه كونهم متأكدين انه انه يعني شي حاجة خيالية يعني اه في البلاس كيوليو كرشهم مزيانة اه القادية ديال وش هو علاج ولغي وقاية انا كننصح به كويقاية في الحقيقة كننصح به كويقاية هاد الخل هذا اه في الحقيقة يكون عندكم في يعني في في يعني في الصيدلية الصغيرة ديالكم يعني كما كيكون عندكم ادوية اخرى مثلا ديال تصمغ الادون ولا الادوية العادية اللي كتكون عندكم ديال الارانب يكون عندكم ديال الخل يكون عندكم بيكربونات صوديوم اه لاحسب انتفاخات والخل ضروري انكم ديال ما يكون عندكم محطوط في يعني في الصيدلية الصغيرة ديالكم الخاصة بالالانب اه كيفاش غانستعملوه كويقاية وهي تكون عندنا واحد المذكيرة وكاتبين فيها التاريخ يعني مثلا ديال الخل ارشينا ديالهم يعني في يطروا ديال الماء وكبيناه لهم كاملين نقيدوه بتاريخ ديال هاد النهار ونتسلنا واحد خمستاشر يوم ونعودوه نفس العملية بالتاريس مو كنكون ديالنا كنكون ديالنا ويقايا ماشي نخليوا تاي مرضو عاد نديرو لهم العيلاج لا يكون عندنا واحد واحد نظام غادين به اشن هو هذا النظام اننا نكبو هادك الخل وفوحد يطروا ديال الماء ونعطعوه لهم ونقيدو هادك التاريخ ومنيني يوصل عليهم عوتاني خمستاشر يوم اخرى ان عوتانين عودوا لهم نفس العملية وهكذا دواليك على طول حيات ديالهم وكونوا متأكدين ان هاده را غادي تكون واحد الوقاية من نوع خاص تمن رخيص يعني هاد القرعة ممكن ان را غادي تضرب بزاف عتسموه هي معيلقة ديال الخل يعني في لمدة ثلثي ايام مديرو للم تلثي ايام معيلقة ديال الخل في مدة ديال خمستاشر يوم يعني را شيء خيالي غادي تضربكم بزاف هاد ربعة درامونس غادي تضربكم بزاف وفي نفس الوقت ما تسنوش المرض سيكون عابش ديرولهم لا ديروها كاعلاج كاوقاية عفوا يكون كاوقاية الناس اللي ضربو لهم الانب ديالهم صاف يخدموا الخل مزيان ولكن يصمروا عليه يبقوا ديما غادي عال الخل راه شي حاجة يعني جد جد فعالة ورخيصة في الثامن اذا اللي عجبته الحلقة ما تنسوناش بجرس جام تكيو على زر جام نزلوا سبعكم التحت وتكيو على زر جام باش تسندونا نزيدو القدام ما فيها باسي لاحل القتير السوري وتكيو على زر جام باش تسندوني ونقصر تقوم فيديويات لمهمة بحالة الفيديو درع في فيديو هادية رعا مهم في تربيق الارانب الخل تكيو على زر جام وتكيو على زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي ان شاء الله الى اللقاء في الحلقة المقبلة